مش عارف كيف دي أحاورك بس هحاورك إن شاء الله انت قيمة ومدرسة بالإعلام واليوم نحن بملتقى الإعلام قديش مهم الإعلام اليوم بعصرنا الحالي مع وجود السوشيال ميديا شكرا ليف الحقيقة بقى الموضوع صعب جدا لأن السوشيال ميديا فتحت إعلام مختلف خلينا أقول أصحاب القدرات والناس كمان ما عندهاش قدرات بقى التأثير السلبي يعادل التأثير الإيجابي خلينا أقول ومش عايزة أكون متشأمة وأقول بقى أكتر حتى الحقيقة فالموضوع بقى صعب محتاج أصص محتاج رولز وده شيء صعب برضو لأن السوشيال ميديا سماء مفتوحة فمعرفش إزاي بس أنا عن نفسي أنا أتمنى يبقى فيه رولز اليوم نحن بنحكي عن ملتقى الإعلام وحضرتك كمان إعلامية مهمة وزوجك أيضا فنان مهم كيف ممكن نوازن بين الإعلام وكيف ممكن نضيف للفن والفن يضيف للإعلام نوازن بين الفن والإعلام عموما ما فيش فن بيحيا بدون إعلام ما فيش إعلام بيحيا بدون فن فهم خلينا أقول وجهان لعملة واحدة إن إحنا نوازي إحنا بنواكب الفنان محتاج دايما الأعلام الحقيقي خلينا أقول الإعلاميين الصدقين لأن كمان الصحافة مهمة ومهمة إنها أقولها إزاي بس دي من غير مزعل حد طبعا الصحفيين كلهم على العين وعلى رسي من فوق بس الصحافة اختلفت عن زمان حتى عن زمان زمان قبل ما كنانا موجودة يعني الناس اللي احنا بنقرأ لهم وتربنا على مقالتهم فخطان متوازيان لا يفترق عنه كنا عم نحكي عن الميديا أنه اختلفت وانت اليوم متزوجة كمان فنان شهير حضرتك شهيرة وكثير بتطالكم إشعاعات كمان من شخصيات معروفة بالميديا أنكم تطلقتوا ورجعتوا وأنتي عارفة كيف بتردع هاي الإشعاعات خاصة أن اليوم لابسين نفس بعض أبيض في أبيض وحركات حلوة ما فيش رد احنا الرد احنا يعني حياتنا الخاصة خاصة فما فيش رد أكيد الحمد لله ربنا يخليهولي وما يحرمنيش منه فبإذن الله احنا مكملين لآخر العمر شو أحلى شيء أخدتي من تايم كونه سوري اللي تعلمتي أكلات سورية تعلمتي شغلات بتخص سوريا عشان ترضيه كزوج يعني برضيه بكل الطرق صدقني بس الأكلات السورية مش حدعي أنا مش شطرة قوي في المطبخ بصراحة بس بحاول على قد معدر شوفي عندك مشاريع لأنه كثير ناس عم تستنى برامجك لأنه برامجك هي مدرسة بحد ذاتها احنا مننطرها والله يا لايث بتكسفني بالكلام الحلو ده قوي أنا منحبك أنا أشكرك الحقيقة حاليا ما فيش حاجة لسه المعروض علي لا يرتقي لله أنا عايزة بكل صراحة فمستنية شوية يعني كل شيء فأوان وحل كل التوفيق يا وفا شكرا لايث لك انتك إعلامية مهمة في مكانها